موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رهام سعيد تهاجم باسم وهبة بعد تصريحات ريمة البرودي الفلوس والفسادين مش بتعمل بني أدمين وريمة البرودي أنا مش ملاك وعملة ميزانية لملابسي موسيقى هاجمت الإعلامية رهام سعيد زميلتها باسم وهبة بعد تصريحات الفنانة ريمة البرودي مع الأخيرة في برنامج العرافة مساء أمس على قناة المحور ونشرت رهام سعيد صورة تجمعها ببسمة وهبة عبر حسابها بأنستجرام وعلقت عليها قائلة في ناس ممكن يدوسوا عليك وعلى سمعتك ويصمموا إنهم يشوهوك عشان يطلعوا على كتافك عيشوا ملح طز دخول بيوت بعض طز جدعانة والصورة دي تشهد طز المهم الترند الفلوس والفسدين مش بتعمل بني أدمين في هذا الشهر الكريم ومن كل قلبي حزبي الله ونعم الوكيل بجد عيب وواجهت بسمة وهبة الفنانة ريم البرودي وعرضت عليها صورة الإعلامية رهام سعيد لترفض الضيفة الرد قائلة لا تعليق حيث أجهشت بالبكاء على الهواء بسبب حزنها على علاقتها مع رهام سعيد التي تقاضيها في المحاكم وقالت ريم البرودي أنا وريهام سعيد بنتخانق مع بعض عشان إحنا مش شبه بعض خالص في مشاكل بيني وبينها ومرفوع علي أضية منها وريهام سعيد عملت محضر إداري بالإزعاق ضدي وتم حفظ المحضر ونقابة المهنة التمثيلية وأنا فجأت بتحرير محضر ضدي من رهام سعيد وواصلت ريم البرودي احتراما لنقابة المهنة التمثيلية والدكتور أشرف زكي أنا سكت على القضية اللي مرفوع علي رهام سعيد مصممة تأزيني كما قالت الفنانة ريم البرودي أنا لست ملاك ولست امرأة طماعة أو خائنة أنا سريعة الغضب وأحاول أن أتحكم في غضبي بشكل كبير وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج العرافة آخر مشكلة مع مقدمة برنامج أعتبرها غيرة مني ومش بغير من نجمات الصفة الأول وبشوف كل وحدة تستحق أن تكون صفة أول وسبقاني ولكن لما ألاقي ناس مش سبقاني وأصبحوا صفة أول أغير منها واستكملت تجربتي كمزيعة كانت حب التجربة وصرفت أموال كثيرة على ملابس البرنامج مصاريفي على الملابس ميزانية لوحدها وعقدي كمزيعة يمتد حتى 2022 وتجربة التقديم في إحدى القنوات انتهت وممكن أرجع أشتغل تاني في تقديم البرامج وقالت الفنانة ريمة البارودي عن طلاقها من أحمد سعد كشفت الفنانة المصرية ريمة البارودي أسباب طلاقها من الفنان أحمد سعد مؤكدة أن طلاقها الفنان أحمد سعد هو من قام بخيانة العيش والملح أصم وسطي وكانت صدمة هو اللي خان العيش والملح بس أنا كبرت وخلاص النفوس صفية وخلال استضافتها في برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة رفضت البارودي التعليق عن إعلان خطبته خلال الأشهر الماضية وقالت مش موضوعي أنا مالي ولما شفت الخبر قلت ربنا يتمم بخير ويعد برنامج العرافة امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فتح وكشف أدك تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدك تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين ترجمة نانسي قنقر